موسيقى نشرت الاخبار من يمن شباب والبداية مع العنوين أبطال الجيش والمقاومة يصدون هجوما للحوثيين باتجاه ثعبات والصياح بتعز والميليشيا تواصل قصف المدينة وتفجر منزلا ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات ضد المواطنين في أرحب إصلاحي في الحديدة يموتون تحت التعذيب في سجون الحوثيين أخيرا لندن ترسل مدمرة عسكرية إلى السواحل اليمنية إلى تفاصيل هذه النشرة تلقت ميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية هزائم جديدة على يد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في الجبهتين الغربية والشعبية تصدى أبطال شرق المدينة تحت غطاء جوي ناري كثيف وبحسب المصادر تم تدمير دورية لميليشيا الحوثي والمخلوع في تبة السلال شرق المدينة إثر استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ثعبات عاشت مدينة تعز مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس حالة من الرعب إثر القصف العنيف والعشوائي من قبل ميليشيا الحوثي والصالح الانقلابية الذي طال عددا من الأحياء السكنية وذهب ضحيتها عددا من المواطنين وقالت مصادر محلية أن الميليشيا شنت هجوما عنيفا على عدد من الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة مستخدمة مدافع الهاون ومدرعة بي تي اير وصواريخ الكاتيوشا كما شنت الميليشيا قصفا عنيفا على القرى السكنية بجردادة تابعة لمديرية الشمايتين وقرى العشملة في مقبنة غرب تعز وأكدت أن الميليشيا قامت بتفجير منزيل المواطن عبدالله علي عبدالجليل في حي عقبة شرق المدينة يواصل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة الصلو جنوب تعز تقدمهم بعدة جبهات على حساب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مراسلنا عبدالقوي العزاني زار المنطقة ووفانا بالتقرير التالي نحن الآن في أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة نجد الصعيد في جبهة الصلو حيث تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من دحر عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع من هذه المنطقة ومن قرية الصيرتين المقاورة لهذه المنطقة وأيضا قرية حمدة حيث تم دحر عناصر الميليشيات كما تشاهدون إلى هذه القرية قرية الصيار تحت هذه المنطقة تشاهدون أيضا دمنة خدير الواقع على خط تعز عدن حيث قدمت الميليشيات من هذه المنطقة وأيضا التعزيزات والتسليح والدخير أيضا تمد لهذه الميليشيات من هذه المنطقة كما تمركز هنا في دمنة خدير ومنطقة ورزان حيث تشاهدون الآن معنا عبر الكيمرة عدد من المواقع التي يتم منها قصف هذه القرى بصواريخ الكاتيوشا وأيضا بالمدفعية كما تشاهدون أيضا قلعة الدملؤة المشهورة بقلعة المنصورة القلعة التاريخية كانت هناك محاولات لميليشيات الحوثي والمخلوع للسيطرة على هذه القلعة ولكن كل محاولاتهم فشلت معنا الآن في هذا الموقع أحد رجال الجيش الوطني يحدثنا عن المواجهات التي تمت ومن ثم تم دحر ميليشيات الحوثية والمخلوع وتطهير هذه المناطق تم بعون الله تطهير هذه المنطقة من يد الميليشيات الحوثية بفضل الله ثم رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية العام والمقاومة الشعبية ودحرهم إلى منطقة الصيرة والآن نحن عازمون على دحرهم إلى الدمناء ومن بعدها تحرير تعز بالكامل إن شاء الله نعم بلغة صمود والمقاومة والتحدي تعزف الصل لحن انتصارها عبدالقوي العزاني يمن شباب جبهة الصل تعز الشهيد البطل المحامي توفيق الشميري تميز بروح تواقة للمقاومة والاستشهاد رابط أيضا في الساحات منذ 2011 والتحق بالجبهات منذ الغزو الحوثي للمدينة التفاصيل في التقرير التالي ما عادت الزمجرة بكامل فريقها وما عادت بنفس الحماس فالشاعر والمحامي وقائد الفريق توفيق شميري ترجل وغاب وهو يدافع عن كلماته بزمجرة تعز وفخرها وآن لابنتيه أمواج وأبراج أن تفتخر أيضا فأبوه ما يقول ويفعل في البيت المؤجرة لهم صار أردغان طفله الوحيد يقوم بمقامه في الصورة لكن البيت في نظر طفلتيه مؤقت بابا شاهد في القناة وقال أنه سيفرش لحنا برش في القناة وابني لحنا بيت من في الظو ذهب توفيق ناضل ضد الظلم في ثورة الشباب السلمية وجرح حينها بساقع لم يعقه ذلك عن مواصلة المشوار فخرج بقلمه وسلاحه ولسانه مع المقاومة يدافع عن ثورته وجمهوريته والآن في المقاومة الشعبية أصدت في رمضان قبل الماضي في منطقة كلابافنا الاشتباه أحاول كثير من أبناء تعز رجال ونسان بأن نكون كلنا مقاومة ارتقى المقاوم الثائر شهيدا في مقدمة الصفوف بجبهة ثعبات شرقي مدينة تعز لم تكتفي عصابة الانقلاب بذلك بل عبثت بجثمانه انتقاما ثم أعادته بعد أسبوع في صفقة تبادل في الوداع احتضان لجسد قد خار فأمه العجوز تبكيه وجعا ودمعا فيما بدت الزوجة أكثر صمودا في وجه الوجع وقه رسالة إلى الحوثيين بأن نحن على دربه سائرون وإن شاء الله يخلفنا النصر المؤذر بإذن الله حمل ما تبقى من الجسد إلى مثواه الأخير وقد زرع في الناس حب المقاومة وأكدها برحيله ليعلم المتقاعسون أن الناس معاد وكل ذو قيمة والذهب لا يذهب منطق الجميع هنا وفق التوفيق لتحقيق حلمه فلقد كانت حياته كلها ثورة ومقاومة ومماته أيضا أمين دبوان يا من شباب تعز سقط قتل وجرح من ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في غارة للتحالف العربي بمديرية المتون بمحافظة الجوف وذكر ناطق رسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف عبدالله الأشرف أن غارة للتحالف العربي استهدفت دورية للميليشيات في مزرعة القاضي غرب مزرعة الورش ما أسفر عن مصرع عدد من الميليشيا وتدمير الدورية زارت كاميرا قناة يمن شباب مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مثلث الشعر بين محافظتي الضالع وأب زيد من التفاصيل في التقرير التالي نقف الآن في مثلث الشعر هذه المنطقة هي على مداخل العود هنا في هذا المكان يقع موقع منخلاء هذا الموقع يتبع جبهة حمك الغربية غرب محافظة الضالع تحديدا نحن في المنطقة الفاصلة بين محافظة الضالع وأب في هذه الجولة الاستطلاعية سنلتقي بالقائد الميداني العقيد محمد الحرمي ليطلعنا عن هذه الجبهة وعن المستجدات في هذه الجبهة في موقع منخلاء الذي هو موقع حمك في الآونة الأخيرة أو في الساعة الماضية المحافظة المواجهة هي مواجهة تعليفة جدا الموجودة كل يوم وإحنا قد استطاعتنا لواجههم بالمكاية الموجودة المحدودة الذي معنا ولكن إحنا بالنسبة لنا مرصدين أمامهم في خلال اليوم هذا وعامس وقبل أمس كل يوم القضايف عن تمطر وددين ولكن إحنا واقفين لهم في المرصاد ولن يمكن يوم من الأيام أن نجحزه وإحنا مستعدين أن نضحي بالأول والآخر مهما كان العمر ومهما كان الثمل إذن مشاهدين الكرام كما تابعتم رجال الجيش الوطني ورجال المقاومة هنا في مثلث الشعر تحديدا على مداخل العود يقفون دفاعا عن هذه المحافظة ومحافظة الضالع من المنطقة الفاصلة بين محافظة الضالع وعبد العزيز الليث يمن شباب نزعت الفرق الهندسية الحكومية في محافظة مأرب عشرات الألغام من جانبي الطريق العام والذي يربط بين مدينة مأرب ومديرية الصرواح وأسفل التبة الحمراء وزرعت ميليشيا صالح ألاف الألغام في المنطقة في محاولة لعاقة القوات الحكومية من التقدم نحو مواقعهم وقال مصدر عسكري أن الفرق الهندسية تواجه عدة معوقات من بينها زراعة الألغام بشكل مكثف وفي أماكن يبقى من المستبعد تواجدها إلا بمشقة قالت صحيفة تايمز البريطانية أن لندن أرسلت مدمرة عسكرية متطورة إلى السواحل اليمنية لمواجهة التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في مضيق باب المندم وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أرسلت المدمرة MHS دايرينغ التي ستقوم بحماية مصالح بلادها في المنطقة من الصواريخ الإيرانية وستشارك بعمليات عسكرية مع التحالف الدولي لمحاربة داعش في وقت لاحق من الشهر الحالي وقال الباحث في المعهد الملكي للدراسات الحربية بيتر روبرتس أن أي عقبة في مضيق باب المندب المهم تعني أن الكهرباء من الممكن أن تنقطع عن جميع أنحاء بريطانيا كشفت مصادر حقوقية عن وفاة رئيس فرع حزب الإصلاح في منطقة الحشابرة بمديرية الزيدية بمحافظة الحديدة وقالت المصادر أن محمد عبدالله أبو زيد توفي تحت تعذيب في أحد سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالمحافظة وبحسب المصادر رفضت الميليشيا تسليم جثته وطالبة الميليشيا من أسرة المختطف بدفع ثمانمائة ألف ريال مقابل استلامها أليات التعذيب التي تمارسها ميليشيا الحوثي وضد المختطفين والمعتقلين خارج القانون جانب من سجلها الإجرامي الذي يصنف كجرائم ضد الإنسانية وهناك العشرات ممن قضوا نحبهم تحت التعذيب في سجون الميليشيا الانقلابية التقرير التالي يروي قصة أحد المختطفين من أبناء دمت ممن توفوا تحت التعذيب على أيدي الحوثيين بين الرياشية وثائر دمت وأحد أبرز شباب المقاومة الشعبية في المنطقة الوسطى اختطفت ميليشيا الحوثي والصالح عبد الرحمن القرش وهو جريحا مطلع العام الجاري وتركته مع جراحه في المعتقل مانعة عنه الدواء طيلة عام كامل دون أن تعرف أسرته مكان اعتقاله مندهشة من جراءة الحوثيين في اختطاف مصاب من سرير المستشفى في الثامن عشر من يناير مطلع العام الجاري قامت الميليشيات باختطاف القرش وهو مصاب من داخل المستشفى بمدينة دمت شمال الضالع كان إلى جانب الشهيد القرش اثناء جريمة الاختطاف الجريح محمد الظاهري الذي خرج قبل أشهر عبر وساطة قبلية وهو في حالة موت سريري وقد تغيرت ملامح قسمه بفعل وحشية التعذيب الذي تعرض له هو الآخر على يد الحوثيين اقتادتهما الميليشيا إلى جهة مجهولة شكلت بداية رحلة تعذيب مأساوية أفرغت فيها عناصر والميليشيا كل مخزون التوحش والحقد الطائفي ولم تمنع عنه الدواء وحسب وإنما ظلت تمارس بحقه أبشع أساليب التعذيب الوحشي داخل المختطاف لم تكن قصة الشهيد عبد الرحمن القرش سوى فصل من حكايات اليمنيين في ظل واقع الميليشيا وهي تكشف عن صورتها الوحشية وكيف أنها تمارس أساليب التعذيب والتصفية القسدية بمجرد أن تفشل في مهمة إخضاع اليمنيين نفذت ميليشيا الحوثيين حملة اختطافات طالت العشرات من المواطنين في مدرية أرحب شمال العاصمة الصنعاء وقالت مصادر حقوقية أن ميليشيا الحوثي شنت حملة مدهمات واختطافات للمواطنين في قرية المعامر ذيبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة وتأتي هذه الاختطافات في ظل تواصل جرائم الحوثية بحق أبناء المديرية والمستمرة منذ أكثر من عامين أنهت كتيبة من قواتي الخاصة بمدينة مأرب دورتها حول الإجراءات القانونية لمأموري الضباط القضائي أو الضبط القضائي كما تلقت المهارات والتدريبات القتالية العالية لحفظ أمن المدينة وتأمين مجرى بلوغ استعادة مؤسسات الدولة مرسلنا عمر المقرمي والتفاصيل تحتضن القوات الخاصة بمدينة مأرب اليوم حفل تخرج دفعات أنهت تكوينها العسكري النظري والتطبيقي الموجهة للدفاع عن الوطن من خلال تكوين عسكري يتسم بالقوة البدنية والقتالية في مختلف الظروف والأوقات وتنمية القدرات الذهنية والبدنية لهؤلاء الجنود نقل تخرجت العديد من الدورات والعديد من الدفاع بداخل مأسكر قوات الأمن الخاصة وتعتبر هذه الدفعات الثالثة التي تخرجت من مأسكر قوات الأمن الخاصة ولكن كل الدفاع تخرجت ونحن في حهاية ما أسلها في الميدان فكانت مجرد خروجها تنزل الميدان مباشرة لتمارس عملها وعلى غرار الخصائل الجيدة والثرية للتمارين البدنية والتحضير القتالي لقوام المعركة تشهد القوات الخاصة بمدينة مأرب حفلا ختامية تقيمه منظمة هود وشاهد للدفاع عن الحقوق والحريات دورة تلقى فيه الخريجون التدريبات والمعلومات والمهارات وكذلك الإجراءات القانونية لمأموري الضبط القضائي لحفظ أمن المدينة تأتي هذه الدورة في إطار برامج تأهيل أفراد قوات الأمن الخاصة حول الإجراءات القانونية لمأموري الضبط القضائي وواجبات ومهام وصلاحيات الشرطة وكذلك في مجال حقوق الإنسان وحقوق المتهمين أثناء مرحلة الجمعة للأستدلالات وما يجب على فرد قوات الأمن القيام به في تعامله مع المجتمع ومع المواطن تأتي هذه الدورات حرصا واضحا العلامات على مدار حابة حيز الإهتمام الذي تفردونها بصفة متواصلة للقوات الخاصة في المدينة باعتبارها ركيزة قوية من الركائز التي يعتمد عليها اليمن لتأمين مجرى بلوغ استعادة الدولة وتأمين مؤسساتها بقلوب تطفح بمشاعر حب اليمن والولاء لها وبنفوس متقدة وتواقة إلى أن تكون عند مستوى المسؤولية الواضعة على عاتقها تأتي هذه الكوكبة القتالية تعزيزا لحفظ أمن المدينة وسد الثغرات فيها عمر المقرمي يمن شباب مأرب هدد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الانقلابيين في صنعاء بالتصعيد إذا لم تصرف مرتبات الموظفين خلال عشرة أيام وقال في بيان له أنه طالب الانقلابيين الذين يسيطرون على العاصمة بصرف المرتبات والمستحقات للموظفين كاملين وغير مجزة وبصورة منتظمة متوعدا في حال عدم التجاوب خلال عشرة أيام بالبدء بالإجراءات التصعيدية ومنها رفع الشارات الحمراء يوم السبت الموافقة 19 من نوفمبر ثم الإضراب طبقا لقانون تنظيم الحركات العمالية احتجاجات اليمنيين ضد تلاعب مصير وقضية الشعب اليمني في المسار السياسي الدولي تتواصل حيث شهدت شبوى مهرجانا جماهريا أكدت فيه مكونات المحافظة أنه لا حل للمشكلات العميقة في اليمن خارج المرجعيات الثلاث المزيد في هذا التقرير تأييدا للرئيس هادي ورفضا لخطة ولد الشيخ الأخيرة لحل الأزمة في اليمن احتشد هؤلاء المواطنون في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوى ويعتقد المحتشدون أن الخطة الأخيرة للمبعوث الأممي تساوي الضحية بالجلاد والشرعي بغير الشرعي ولذلك يرفضونها ويعتبرونها تفخيخا للأزمة لا حلا لها مطالبين التحالف العربي والحكومة الشرعية بألا يلقوا لها بالا ويمضون في طريق التحرير واستعادة كافة المناطق المغتصبة من الميليشيات إننا المحتشدون نعتبر مبادرة ولد الشيخ المشبوهة موجهة أساسا للقضاء على ما بديها من آمال السلام وتفتح لتأسيس مرحلة بديلة أساسها الحرب المستدام ويتضح ذلك من خلال سعيها لتفكيك المكون الرئيسي للشرعية الوطنية الوحيد المعترف بها إقليميا ودوليا وبالتالي الإنزلات في حرب لا نهاية لها ولا طائلة منها سواء القتل والدمار وحث المحتشدون الشرعية والتحالف العربي على مواصلة العمليات العسكرية وتحرير ما تبقى من أراضي محافظة شبوه وإرجاء بيحان وعسيلان إلى حضر بهذا القدر نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من يمن شباب نشكر لكم حسن المتابعة في أمهن الله اشتركوا في القناة